وأخيراً ولأول مرة ظهر كريستيانو رونالدو في الدوري السعودي وتحديداً في المباراة اللي شغالة دلوقتي مباراة نادي الناصر ونادي الاتفاق في الجولة 14 من المنافسة طبعاً تواجد رونالدو النهاردة في صفوف نادي الناصر وفي أول مباراة الرسمية ليه بتيشيرت النادي بيختلف عن تواجده من 3 أيام في المباراة الودية اللي جامعت ما بين نادي باريس سان جرمان ومنتخب الناصر ونادي الهلال النهاردة بداية الجرد النهاردة أول اختبار لجدوة الصفقة التاريخية لنادي الناصر مع النجم البرتغالي الكبير رونالدو المباراة اللي بتتلاعب حالياً على استاد مرسول بارك في الرياض ممكن تبان سهلة لفريق الناصر والنجمه رونالدو لأنه ترتيب نادي الاتفاق في الدوري السعودي هو العاشر في الوقت اللي نادي الناصر حالياً في المركز التاني لكن الدوري السعودي بطبيعته مليان دايماً بالمفاجئات وفي الوقت اللي نادي الاتفاق عايز يخطف الفوز من طبعاً نادي الناصر عشان يحسن مركزه في الدوري هنلاقي نادي الناصر عليه دلوقتي ضغوط أكبر من جماهيره ما هو مش معقول يعني يكون رونالدو في الفريق ويخسر أو يتعادل ده من وجهة نظر جماهير الناصر لكن مدرب الناصر رودي جارسيا قبل المباراة كان عنده مشكلة في مركز حراسة المرمى لأنه الحارس الأساسي والحراس الاحتياطين كمان كلهم مصابين فاضطر أنه يستعين بخدمات حارس مرمى من فريق الناصر للشباب أو الناشئين يعني في نفس الوقت فيه برضو عبق تاني على رونالدو لأنه عايز يأكد مكانته كلعب عالمي كبير ويحاول يركز في الملعب بعيداً عن الأضواء الكتير اللي بتصلط عليه وعلى حياته الشخصية وعلى رفيقة حياته اللي ممكن تشتته في الملعب أكيد رونالدو عايز الناس تتكلم عن أهدافه في الملعب ومش عايزهم يركزه خالص على الساعة الغالية اللي كان لابسها في أول مؤتمر صحفي ليه كلعب في نادي الناصر الكل توقف على فكرة عند الساعة رالكس اللي أرقامها عربي وبدأت بقى التخمينات ثمن الساعة كام من اللي أهداها لرونالدو لأنه أكيد رونالدو منزلش راح اشترى ساعة مكتوب حروفها أو مكتوب الأرقام بتاعتها بالعربي أكيد جايله من شخصية معتبرة يعني ساعة يعني ثمينة جداً وفي نفس الوقت ندرة يعني على الأموم رونالدو هو معروف بحبه الاستعاد والعربيات الغالية والندرة وطبعاً بعد ما المصورين عملوا زومة على الساعة اللي في إيد رونالدو اتضح إنها ساعة زي ما كنت بقول لكم ندرة جداً هي مصنوعة من البلاتين مرصعة بالألماظ تمانها جماعة بعد بقى ما الناس دورت لقيت إنه تمانها ربماية وخمسين ألف دولار وده مبلغ أكتر من ثمن صفقات بعض اللاعبين في بعض دوريات العالم طيب النهاردة بعد مباراة الناصر والاتفاق الناس معتقدش هيبطلوا يتكلموا عن ساعة رونالدو أو أزياء جورجينا بس أتمنى إنه بعد المباراة بجد نبقى بنتكلم عن أداءه في الملعب محتاجين نشوف أداءه في الملعب عمل إزاي هالمباراة النهاردة ممكن تكون البداية لتركيز الأضواء على لعب كريستيانو رونالدو أكتر من حياته الشخصية ده سؤال مهم جدا هنشوف إجابته بعد المباراة المباراة دلوقتي في ديئة 80 والناصر فايز 1-0 زمالي بيقولولي بس مش رونالدو اللي جايب الجون حتى هذه اللحظة النتيجة 1-0 طيب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة